اعزائي طلب الطلبات الشهادة العادية اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة ولقاء متجدد من برنامج عالم الكمبيوتر النهاردة ان شاء الله هنكمل اللي احنا وقفنا عنده في الحلقة اللي فاتت وتعالوا نفتكر النهاردة هنعمل ايه بالزبط اول حاجة عنواننا النهاردة هنتكلم فيه عن اولويات العملات الحسابية ازاي بتتم عندنا في الفيجوال بيزيك كمان احنا عايزين نبص على الاخطاء اللي ممكن تقابلنا واحنا بنصمم او بننشئ برنامج بالفيجوال بيزيك دوت نت بس الحقيقة انا بالمبدأ انا عايز افكركم باخر حاجة احنا وقفنا عليها المرة اللي فاتت ان احنا قسمنا الكود اللي احنا عملناه لثلاث اجزاء اللي هما الجزء الاولاني ازاي انا كنت معلن عن الفاريبل اللي عندي فكنت بستخدم كلمة اسم مادم بعد كده ازاي بخصص لكل فاريبل القيمة بتاعته هتيجي منين وقالنا عندنا ان فيه ممكن تيجي القيمة من حاجة اسمها الابستركت فاليو او قيمة المجردة ممكن تيجي من بروبرتي ممكن تيجي لك من اي مكان تاني ايا كان هو مين ولكن اما اجا اتكلم على الجزء التالت بقى انا اكلمتك ازاي بقى بستدعي الداتا اللي موجودة عندي في الميموري طيب تعالوا نفتكر مع بعض كده كود كان ماشي ازاي الجزء الاولاني كان بين ان هو بيتم الاعلان عن الفاريبل او زي ما احنا شايفين كده كلمة دم 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 مرة يوزر نيم مرة اليوزر برس ديت مرة اليوزر جندر واخيرا طبعا اليوزر نمبر فاميلي او ايه عدد افراد الاسر عندي بيكونوا كام ونلاحظ مع بعض كده بصوا معاي على الكود ده كده بصوا في الجزء الاولاني كلمة ايه رم احنا قلنا الكلمة دي هات المرة اللي فاتت ان الكلمة رم هي اختصار لكلمة اسمها ريمارك وكلمة ريمارك بتاعني ملاحظة يبقى هنا من حق البروجرامر ان يحط الملاحظات بتاعه لكود ربما يكون عايز يفتكر حاجة معينة في وقت معين فبيحط الملاحظة ديت واخدوا بالكوا ان الكلمة ديت طالما كده بتريم اوتوماتيك الفيشوال بيزيك ما بيشوفهاش علانها ايه كود او ما بيشوف كلمة ريم بيعرف ان ديت ايه خاصة بالبروجرامر والكلمة ديت طبعا اي حاجة مكتوبة عليها تعتبر ايه مش كود مش هشوفه اصلا ليه مش هشوفه لان كده طالما انت بدأت بالرام او بالاباسترو اوتوماتيك الفيشوال بيزيك بيعرف ان ده ريمارك خاص بالبروجرامر وطبعا مش هعماله كومبايل او مش هترجمه طبعا للماشين لانجوج عشان الكمبيوتر يقدر يشوفه تمام ايه المهم انا اللي همني ان انا قلت ان في الجزء الاولاني كلمة دم 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 بالشكل ده كده انا بعلن عن ايه عن بأسماء مختلفة وكمان data types او انواع مختلفة مرة string مرة date مرة integer زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي اما الجزء التاني اللي كان ظهر عندنا كان خاص بتخصيص قيم للمتغيرات بمعنى ان لو بصينا هنا هتلاقي برضو ريم قبلها يبقى هنا تخصيص قيم لهذه المتغيرات ايه دي بقى قال لك انا حجزت من شوية حاجة اسمه اليوزر نيم طب لو ما حجزت اليوزر نيم ده هو ما كان السفاضي فانا عايز اخصص له اللي بيكتب مثلا في التكس بوكس الاولاني او اللي بيكتب في التكس بوكس التاني وهكذا يبقى الجزء التاني اللي موجود معنا كنا بنخصص ايه القيم للمتغيرات عندنا اما الجزء التالي بقى اول مهم جدا جدا بالنسبة لنا اللي هو ازاي بتنادي على ال data من الميموري فقال لك هنا انا برضو بعمل عملية تخصيص بس بخصص الـ variable لحاجة تانية ظهر قدامي فعشان كده انا ضفت على الفورم اللي موجوده قدامي label 5 فقلنا هنا me.label5.text هتقول لي يا مستر طب انا كل مرة بكتب مثلا تكس بوكس وان.text على طول. طب المراضي انت بتقول لي مي ليه? هي مي ديت معناها ايه? اسم الفورم انت موجود عليه. طب لو ما كتبتاش ولا اي مشكلة ما انت كده كده موجود على الفورم. طب لو كتبتها عادي جدا انت مجرد ما تقول مي اوتوماتيك بتضغط بعد كده ضط بعد كده بيفتح لك قائمة بالحاجات اللي موجودة عندك على الفورم. ربما اه انك لو غلطت مثلا في بتاع اسم التول او اسم الاداة بتاعتك فانت ممكن يحصل لك مشكلة. ولكن لما بتكتب مي اوتوماتيك بيروح فتح لك كل الادوات عشان تختار من الموجودة من الموجودة عندك. يبقى هنا مي ضط لابل فايف ضط تكس ايكوال بتساوي اليوزر نيم يبقى روح حاجة اللي موجودة عندك فين? في اليوزر نيم. يبقى على حسب ما اليوزر كان كاتب ايان كان هو ايه? بعد كده علامة الاند الاند هنا بتربط ما بين السترينجز او بتربط اللي ايه? الحروب اه المتغيرات اللي جاية ببعدها. عندك بعد كده كلمة جميلة جدا بتعمل او بتديلك سطر جديد. اللي هي كلمة اسمها الوي بي اه في بي سي ار ال اف. الفي بي بتعني اه فيجوال بيزيك السي ار ال اف كاريج ريترن لاين فيد. وده طبعا معنى الكلمة بتاعتنا اللي هي الايه? ارجع لي بسطر جديد او ابدأ حطي لي السطر جديد. كأنك بتقول دلوقتي. حط لي الاسم. ثم انزل سطر جديد. حط لي تاريخ الميلاد. انزل سطر جديد. بعد كده اه شفنا علامة اندرسكور موجودة في الاخر. علامة الاندرسكور دي بحطها لي? وايه اللي يحصل لو انا كملت الكود كله في سطر واحد? لو انا كملت الكود كله في سطر واحد ولا حاجة? عادي جدا ما عندش مشكلة. طيب هتقول لي طب انا حطيت الاندرسكور برضو ما فيش اي مشكلة خالص. هي فكرة الاندرسكور ايه? ان انا بنظم الكود بتاعي. يبقى الكود هنا لو كان على كان سطر طويل انا ممكن ابص على الكود ده كده اروح مقسمه فكتر من سطر. وجود علامة الاندرسكور معناه ان السطر التاني اللي موجود قدامنا دلوقتي مكمل للسطر الاولين. طب فايديتها ايه? فقط هي عملية تنظيم متسهيل عملية قراءة الكود. اذا الجزء التالت كان بعنوان ايه? استخدام المتغيرات. يبقى في المثال اللي احنا شرحناه على مدار الحلقات اللي فاتت تم عندي في ثلاث مراحل. اعلنت عن متغيرات. خصصت القيم للمتغيرات دي بعد كده بدأت استخدم المتغيرات اللي موجودة عندي. نجي بقى على اهم الملاحظات اللي كلمنا فيها من شوية. مي بتعبر عن اه نفس النموذج او الفورم الحالية. الاند هو معامل ربط. الفي بي سي ار ال اف زي ما قلنا من شوية انها باستخدمها في انشاء سطر جديد. تعالوا بقى نشوف دلوقتي علامة الاندرسكور معناها ايه? اه قالك هنا حتى يمكن كتابة سطر الكود على اقصر من سطر في حالة سطر الكود طويل. يعني لو الكود عندك كبير ابدأ اسمه بالاندرسكور تحت بعضه. ما عنديش اي مشكلة في الجزئية ديت. وزلك اهو بيقول اهو للتنظيم وتسهيل عملية كراءة الكود. يبقى فكرته ايه? ان انا بنظم الكود بتاعي. ما بعملش حاجة غير ان انا بنظم ايه? الكود اللي موجود عندي. اما الامر او الريمارك بتاعنا زي ما قلتم شوية بيستخدم في كتابة الملاحظات يمكن الرجوع اليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها. طبعا مش بقصد بها ترجمتها هنا للغة الانجليزية او غيرها. انا بقصد انها تترجم للغة الالة او الماشين لانجوج اللي الكمبيتر بيفهمها. يبقى هنا اه اي حاجة مكتوبة بعد ريم زي ما شفنا من شوية ان كانت اصلا زهرة باللون اللي اخضر يعني بعيدة عن الكود اصلا يعني ايه? لو كلمة محجوزة دايما بيعملها باللون لا زرق. ولكن اول ما كتابة ريم اي حاجة مكتوبة عندك هكون ايه? باللون اه اللي اخضر. علشان يقول للفيشوال بيزيك ان الجزء ده ريماركة او ملاحظة بالنسبة للبروجرامر. مفتاح اف وفايف انا باستخدمه في تشغيل برنامج. اما مفتاح اف سيفن ده باستخدمه في فتح الكود او فتح الكود ويندو. اه على فكرة لو اه لو حبيت ارجع من الكود ويندو للديزاين تاني بضغط مفتاح شفت مع اف سيفن. يعني اف سيفن بتوصلك للكود ويندو. وشفت اف سيفن بتعمل سويتش ما بين الدزاين والكود ويندو. يعني اف سيفن لوحدها كود. شفت اف سيفن تروح مراجعك مرة تانية ايه للديزاين. اف فايف اللي هي حاجة اسمها الستارت ديباجينج او مرحلة ان انا بستكش بشوف البرنامج بتاعي هو شغال صح? والله اللي هي مرحلة التستنج للبروجرام بتاعي. اه اللي هي بتوازي طبعا فيه عندك مفتاح فيه بتاع البروجرام بضغط عليه بيدي لك نفس الفكرة بتاعت الايه? الاف فايف اللي موجود عندي. نيجي تاني طبعا ده الشكل الاخير للبرنامج لما كتب الاسم تاريخ الميلاد اه النوع عد افراد الاسرة بالشكل ده كده ظهروا لنا بالشكل اللي هشافين قدامنا في ليبل فايف. هتقول لها مستر طب البياني التالت كانت ظهر افولس ليه? طبعا هي نوع البياني اللي هو البياني بياخد يا اما ايه? يا اما فولس. فهنا طبعا هو بيختار النوع يا اما زخر او انسة فطبعا هنا لو كانت زخر طبعا لحسب الكونديشن او الشرط اللي احنا قدنا هوله فبنقول هنا لو كانت زخر هتبقى لو كانت لقى طبعا هتبقى ايه? فولس وعشان كده ظهر كلمة فولس عندنا. نيجي تاني. اه. اولوية تنفيذ العمليات الحسابية اللي موجودة معنا. هتقول يا مستر هو الكمبيوتر او البيجوال بيزيك بيقدر يقوم بعملية حسابية? الموضوع عادي جدا. يعني ايه? يعني لو انا افترضت مسلا ان انا بقول له ان مثلا تلاتة في اتنين زائد واحد. هيحسبها او مش هيحسبها? اكيد هيحسبها. طيب. اولوية تنفيذ العمليات اللي موجودة عندك في البيجوال بيزيك هل تختلف عن الماس او الرياضة? طبعا لا. لكن كان بتختلف لو كنت بقول مسلا اكس بتساوي اكس زائد واحد. لان هنا انا قدت بخصص الاكس زائد واحد لالاكس. فطبعا كنت باخد دايما ناحية المين بخزنها فين? في ناحية الشمال طبعا الدنيا ايه? مختلفة. لان هنا كنت بتسمي حاجة اسمها او معامل التخصيص. لكن هنا لو بتكلم على الضرب والاسمة والجمع والطرح ما ينفعش طبعا ان انا تختلف عن الرياضة. فلو افترضت مسلا ان انا جبت اه قلت لك ان الايه? بتساوي اتنين زائد تلاتة في اربعة. طيب. يا ترى يا سنة تالتة. النتيجة هتكون اربعتاشر ولا عشرين? اه. عايزين نركز في الحيطة دي كويس جدا. هي العملية ماشية زائد اتنين زائد تلاتة فاربعة. هتقول لي مسلا طب لو انا قلت اتنين زائد تلاتة بخمسة فاربعة عشرين. واحد تاني بقول استنى ما ينفعش. طب ما ينفعش ليه? لان فيه اولوية للضرب عن الجمع. هتقول لي طب يعني ايه برضو? يعني معنى كده ان انا هجيب التلاتة في اربعة? اه. هتطلع بكام? باتناشر. اتناشر زائد اتنين بكام? باربعتاشر. ازا الاجابة الصحة هنا هتكون كام? تمام برافو عليكم. اللي هي كام? الاربعتاشر. طيب. هتقول لي طيب ايه رأيك دلوقتي يا مستر لو انا حطيت اقواس على الاتنين زائد تلاتة? قلت لك في الحالة دي بقى يبقى غصبة عنك لازم تفك البركة الاول او الاقواس بدعتك. يبقى هتقول هنا اتنين زائد تلاتة هتطلع بخمسة في اتنين هتطلع في الحالة دي بس هتطلع لك بعشرين. ازا المفروض ان في عندي مجموعة من القواعد انا بمشي عليها. اولهم تعالوا نشوف مع بعض كده. تنفذ العمليات الحسابية وفقا للقواعد. ايه? اول حاجة. تنفذ العمليات داخل الاقواس من الداخل الخارج. يعني ايه? من الداخل الخارج يعني ايه? يعني لو عندك اه اقواس داخلية ثم اقواس خارجية. لا ده انا بفك الداخل الاول ثم ايه? بفك الايه? الخارجي. يعني تخيلوا كده معي لو قلت اتنين فتحت قوس قلت له تلاتة زائد اتنين فتحت قوس تاني اتنين زائد واحد قفلت القوس الاولاني وبقى قلت زائد اتنين وقفلت القوس التاني. قالك في الحالة ديت انا بفك القوس الداخل الاول بحسبه وبقى كي بفك ايه? الاقواس الايه? الخارجية بعدها. تمام. نيجي بعد كده للنقطة اللي بعدها. طيب انا كده خلصت من الاقواس الموجودة معي. تنفيز القس. القس مسلا لو بقول مسلا اتنين قوس اتنين. في اتنين. يبقى الاول ااخد اتنين قوس اتنين هتطلع باربعة. مسلا في اتنين هتطلع لك بكم؟ بتمانية. يبقى الاول. يبقى تاني مرحلة عندك هاتطل بعد فق الاقواس. لو مش موجودة اقواس يبقى طبعا ايه? هبص على القس. بعد كده هنفز عمليات الضرب والاسمة. هتقول لي طيب لو جملي اتنين في المسألة يعني جات لك عملية مثلا تمانية على اتنين في اتنين اه في الحالة دي هاخد اللي ايه الاسمة الاول وبقى كده ايه الضرب هتقول لي طب ما خدتش الاول الضرب ليه اه انا بجيب بحل المسألة الحسابية بتاعتي من اليسار في اتجاه مين اليمين دي يجي بعد كده اه تنفيذ اه اخر مرحلة عندي بتبقى ايه تنفيذ عمليات الجمع او الطرح من اليسار الى اليمين ايهما اولا يبقى لي بيجي الاول على حسب طبعا ايه المعادلة الحسابية اللي انا كاتبها بتحل من اليسار في اتجاه ايه اليمين يبقى ثاني اه بنقول اول حاجة هعملها امين ها حد يفكرني اول واحدة تمام اللي هي بقى ايه بفوق الاقواص بتاعتي تمام لو عندي اقواص داخلية اقواص خارجية بعمل ايه ها ايوة بالضبط كده يبقى بفوق الاقواص الداخلية الاول ثم الاقواص الخارجية بعدها برفع القص بعدها الجامع والضرب طيب مين يجي الاول ايا كان هو مين من اليسار في اتجاه اليمين برضو بعد كده عندك الجامع والطرحة بعد كده برضو من اليسار في اتجاه مين اليمين اظن الموضوع ده سهل جدا وطبعا اظن هيبقى سؤال يعني مضموم بنسبة مية في المية لو جلنا في الامتحان ان شاء الله بالشكل ده كده ممكن ابص على ايه على السؤال ده على طول سهل جدا ان انا بص عليه واظبط العملية الحسابية يمكن هو طبعا ايه باين على انه معادلة حسابية ولكن طبعا بيتم تخصيص القيمة بتاعته بعد كده لأي متغير عندي نيجي بعد كده بقى اني بيقول لك طب لو انت غلط في عملية حسابية قالك في الحالة دي اوتوماتيك بتقع في خطأ مهم جدا طيب قال هنا لابد من تحري الدقة عند كتابة التعبيرات الحسابية حتى نتجنب الوقوع في اخطاء منطقية او ما يسمى باللوجيكال ايرور يعني ايه لوجيكال ايرور طبعا هكلمكم عنه دلوقتي بس ما اتكلم عن الاخطاء اللي ربما نقع فيها واحنا بنكتب الكود البرمجي طيب تعالوا نشوف مع بعض كده يا طرى بقى ايه الاخطاء اللي ممكن نقع فيها واحنا بنتعامل مع الكود او بنعمل تست بتاعنا ايا كان تعالوا نشوف مع بعض كده اول نوع من الاخطاء قال لك هنا فيه خطأ اسمه الاخطاء اللغوية او الخطأ اللغوي او ما يسمى بالسانتكس ايرور السانتكس ايرور او الخطأ اللغوي بيعني ايه يعني معنى معنى انه موجود فيه خطأ لغوي معنى انك ملتزمتش بلغة البرمجة والشغل بتاعها بمعنى تعالوا نشوف الفيديو البيس كده مع بعض لو افترضت ان انا جيت حطيت بطن عندي بالشكل ده كده وعملت البرمجة عليه فطبعا انا دخلت كده وجود ويندو اهي هنبدأ نكبر الشكل كده عشان يقول لي بص معنا او يشوف وحافترض ان انا عايز احجز متغير اسمه اكس ونوعه انتجر بصوا معايا كده قلت له احجز اكس على اعتبار ان هي من نوع انتجر لاحظوا معايا ان الفيديو البيس كده بيكمل بمعنى ايه انا مجرد ما قلت دم راح ملون الكلمة باللون الازرق طب لو قلت له مثلا احجز الواي وقلت له بصوا معايا هتلاقي كتاب كلمة ايه زي شايفنا اهي كتاب لك الواحدة اهي يعني معنى كده ان الفيديو البيس كده بيساعدك وانت بتكتب الكود طب تعالوا نغلط انا بدل مكتب دم كتبتها دن خدت بالكم ما تلونتش طب انا هقول لهواي برضو ما جابش كلمة از هكتب له انا كلمة از هكتب له كلمة انتجر طيب بصوا كده هيكمل معايا ولا اي حاجة بدل يديلك خطوط باللون ده كده باللون الازرق عشان يقول لك خد بالك انك وقعت في خطأ موجود عندك يبقى اول نوع من الاخطاء معنى انك بتكتب غلط طيب تعالوا نبصوا المسابة ده كده لو انا قلت له كونست حد في كرة الكونست بتعمل ايه هتقول له مصر الكونست دي كان بتحجز كونستانت تمام؟ يبقى لو انا قلت له كونست اكس ماشي از بايت حلو جدا والجملة دي صح؟ اه خدت بولكم ان احط لك علامة تحت الاكس ولو انا وقفت على الاكس دلوقتي بصوا هيقولك ايه؟ بصوا ليسانا اصابت لك ايه؟ كونستانت ما اصطهافة فاليو يعني ايه؟ يعني طالما انت ما حطتش الفاليو معناها ان الجملة البرمجية بتاعتها خاطئة طب نوع الخطأ في الكلام في الوقت ده كده يبقى ايه؟ الخطأ اللغوي تمام؟ يبقى ناخد بالنا عشان ما نطلع بطش في انواع الاخطاء اللي موجودة قدامنا من الاخر لو بتكلم على انك بتكتب غلط يبقى ده سمو خطأ لغوي طيب هرجع تاني يبقى الخطأ اللغوي التاني بيسمى الخطأ او الاخطاء المنطقية او logical error التالت بيسمى اخطاء وقت التشغيل او ما يسمى بالrun time error الاول زي ما قلت من شوية هي اخطاء في الصيغة العامة لأوامر اللغة يبقى انت بتغلط في الكلام في الكتابة في استكمال الجملة البرمجية فبيديلك طبعا ايه؟ ان في خطأ موجود عندك ومنها على سبيل المثال لو حاطتت مثلا دم دم اكس ايه سنجل و J Spirit ما حطتش الفالو او سوري هنا قلت بد انت قلت دم قلتها دم يبقى معنى كده انك غلطت في كلمة ايه؟ في الكلمة الاولانية او التاني اللي احنا قنامت شوية اخطأ انك ما حاطتش القيمة بتاعتها لو قلت مثلا ايه و feminim new يبقى برضو هعمل لك هنا ايه في الحالة دي مشكلة نيجي بقى للنوع التاني النوع التاني جماعة بيكلمنا هنا اه او قبل ما تكلم بقى عن النوع التاني بيقولك هنا ايه من السهل اكتشافه طبعا هو مجرد ما كتبت اصلا الفيديوال بيزيك بص على اه الجملة البرمغية لو الاهم مش صحيحة اوتوماتيك بيطلع لك باللون لا زرق تحت الايه او بيخط متعارك كده بيقولك خد بالك ان في مشكلة في الجزئية ديت فطبعا ايه لازم ترجع مرة تانية وتعليجها وعلى فكرة لو جيت اه بدأت اشغلت البرنامج على طول قلت اشو مشكلة الخطأ ده وروحت مكبر دماغي ومشغل البرنامج طبعا الفيديوال بيزيك هتروع هيروح مطلع لك رسالة يقولك خد بالك ان اه في build error في error موجودة عندك انت عايز ان اشغل لك البرنامج زي اخر مرة كان شغل صح طبعا حاجة من الاتنين هتقوله لو قلت له no اوتوماتيك بيروح مطلع لك حاجة اسمها error list يقولك خد بالك ان اغلطت في كذا وكذا 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 تمام عشان ترجع مرة تانية صح ايه الحاجات دي طيب لو قلت له yes يعني هتشغلو زي اخر مرة طبعا كل الاكواد البرنامجية اللي انت كتبت بعد كده وفي اخطاء طبعا تجاهلها تماما وكأنها ايه لم تكن بالنسبة له التاري في جزء دي ايه ويمكن التغلب على هذا النوع من الاخطاء بمساعدة ال IDE ال IDE اللي هو ما يسمى بال اللي هي بيئة التطور متكاملة او بيئة عمل visual basic اللي اصلا ما بيتسبكش وانت بتكتب الكود عشان تضمن ان الكود بتاعك يكون شغال بطريقة صحيحة الاخطاء المنطقية اللي هو النوع التاني تبقى عليهم شوية اللي هو logical error بيقول على النوع ده بقى ايه هزي الاخطاء تظهر عندما نحصل على نتائج خطأ هتقول يا مصر يعني ايه نتائج خطأ يعني البرنامج شغال وشغال كويس جدا بس بيطلع نتائج غلط يعني مثلا انا بعمل بالنوجة يجمع لك رقمين اديته الرقم الاولاني خمسة والتاني اتنين تمام اديته خمسة وكم واتنين المفروض النتج يطلع لك سبعة طب بدلا ما يطلع سبعة رات تلع لك تلاتة ايه ده طب عطل النتجة مش منطقية تمام وديت فكرة الايه الاخطاء المنطقية ان هنا معادلة خطأ نتج عنها نتيجة خطأ او بطريقة تانية ان النتيجة خطأ نتجت عن مين عن معادلة ان كتبت خطأ جوه ايه الكود فقال هنا في الجزء دي هذه الاخطاء تظهر عندما نحصل على نتائج خطأ بعد تشغيل البرنامج وذلك بسبب صياغ التعبيرات حسابية او منطقية بصورة خطأ مما يؤدي طبعا الى ايه نتائج خطأ بنسبة زي المثال ده كده انا بحسب الدائرة هتقول لها مصر انا فاكرها ليه طه نق تربيع طه اللي يبكام باتنين وعشر اتنين وعشرين على سبعة فيه النق اللي هو نصف القطر طبعا فيه التربية بتاعه او بربع ليه نصف القطر بالنسبة لنا او عشان يبدأ يحسب لك ليه مساحة الدائرة طيب بدل ما تحسب مساحة الدائرة بشكل كده بصولي كده على الكود احسب او احجز ما كان اسمه ريدياس الريدياس طبعا لو ايه نصف القطر احجز ده كمان اكس على انها سنجل باتنين وعشرين على سبعة اللي طبعا الجزء ده اللي وقمت الباي الريدياس هتجيب من تيكس بوكس وان دو تكست ماشي طب بص على المعادلة الاخيرة بقى لابل تقود تكست اكوال اكس المفهود نطة في نق تربيع بدل ما اقول نق تربيع او بدل ما اقول في حطت ايه علامة البلس اه المكان ده طبعا على طول هيدي لك ان فيه مشكلة جوال برنامج بتاعك هو هيحسب اه طبعا هيحسب هيحسب عادي جدا ما عندهش مشكلة خالص بس هل ده هو مساحة الدائرة طبعا هيكون اي حاجة تانية غير مساحة الدائرة اللي انا كتبها ده بالنسبة للنوع التاني اللي هو ايه المقصوب بيه الخطأ المنطقي او الاخطاء المنطقي يبقى هنا عند تنفيذ البرنامج لن يعطي اي رسالة خطأ مش هيديك اي رسالة او مش هيديلك تمام مش هيديلك للا انها معادلة حسابية وبيحسبها عادي ما عندهش مشكلة ما هو ما يفهمش اذا كد انت كاتب المعادلة بتاعتك زائد او ناقص او غيره لكن انت كبروغرامر بتحكم في الكلام ده طبعا هيعطي نتيجة طبعا ولكنها النتيجة هكون ايه خطأ بيقول هنا تاني ويرجع ذلك لاننا في معادلة حساب معادلة الدائرة او مساحة الدائرة استخدمنا علامة الزائد بدلا من ايه الملتبلاي او ايه علامة الضرب طبعا علامة الضرب بتاخد علامة الاسطار علامة الاسم بتاخد علامة الاسلاش اللي هي الشرطة ايه المايدة ألف بعد كده اول التغلب على هذا النوع من الاخطاء يجب اختبار نتيجة البرنامج اه نتيجة تشغيل البرنامج وذلك بحساب النتيجة مسبقا يعني مثلا زي نقول لكم من شوية ان انا عارف ان خمسة زائد اتنين بتساوي سبعة في الحالة دي بيقول لي ايه ان طلعت سبعة يبقى البرنامجون زود داعي ما طلعش سبعة يبقى في عندك مشكلة في الجزئي دي اه بعد كده عندنا اه النوع التالي بقى اللي هو اخطاء وقت التشغيل قال هنا بيتم اكتشافها اسناء تشغيل البرنامج طب تعالوا نبص على البرنامج صغير كده نبدأ نعمله مع بعض ونشوف هيحصل في ايه بص معي لو افترضت مثلا ان انا دلوقتي عايز اعمل البرنامج البرنامج ده هيجمع درجة العربي مع درجة مثلا الانجليزي حطيت حطيت بالشكل ده كده جيت هنا كده في الجزئي دي هاجي تحديدا على التكست بروبرتي تمام وهبدأ اكتب فيها ايه اللي انا عايزه الاول انا هحدد الابر وهاجي في المكان ده كده هكتب مسلا كلمة ايه عربية بالشكل ده كده اهي بعدها هبدأ احط هنا كلمة انجليش بالشكل ده كده برضو هحط تكست بوكس ون عندي على الفور كده وتكست بوكس تو كمان بعدها هحط مثلا هنا ايه الريزلت او النتيجة وهحط له label تحت تظهر عليه النتيجة بتاعتي او ممكن نخلي ده كلمة sum اللي هو المجموع وتحت هحط حاجة اسمها ايه الريزلت تمام طيب لو انا كتبت الكود بقى هنا جوه ايه جوه الصم وشغلت البرنامج وبدأ يهنج معاك معناها ان ممكن يطلع لك ايه مشكلة المهم انا برجع تاني هقول هنا ان الاخطاء دي بيتم اكتشافها في اسناء تشغيل البرنامج مثل الاعلان عن متغير من نوع byte اعلنت عن الbyte ده طبعا لازم التزم بليه بالرنج بتاعه طب مالتزمتش بالرنج بتاعه معنى كده ان ممكن البرنامج بتاعك بيهنج يبقى هنا لو انا ديت قيمة اكبر من الbyte او اقل من قيمة الbyte في الحالة دي بيعتبر نوع الخطأ بالنسبانة خطأ وقت التشغيل وبكده بيكون انتهت حلقة النهاردة وعلى وعد بلقاء متجدد ان شاء الله دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته